اي ماليت شا تينك واتشا تينك واتشا نو واتشا نو علشان تعرفوا الكلمات دي لازم تتابعوا معنا الحلقة الاخيرة لان دي حتكون النقطة رقم 20 في حلقتنا الممازل النهاردة والنهاردة حنتكلم عن اللي هي الاختصارات في اللغة الانجليزية وطبعا محضرين لكم اهم 20 اختصار في اللغة الانجليزية بنستخدمهم دايما مع الاسبوكن انجليش وعلشان كلامنا يكون فاست ويبقى فيه لينك معنا في الكلام وتحس ان الكلام بتاعك لازم تستخدم الفيماس في الكلام وانت بتتكلم النهاردة حليتنا ممازل ابو حميد وان شاء الله تدعمونا باللايك تفعيل جرس تنبات عشان نشو لكم كل جديد من حالاتنا المميازة ونشو المقضى في كل وجه لنبدأ نسيتم بها نسيتم بك نسيتم بك نسيتم بك نسيتم بك نسيتم بك اول اختصار معانا النهاردة وهو إذا كان الفاعل مفرد أو قامع تقدر تستخدم معها I'm gonna, he's gonna, she's gonna, we're gonna, they're gonna ده بالنسبة لإختصار going to ده الإختصار الأول معنا طيب بالنسبة للإختصار الثاني أبو حميد بالإختصار الثاني معنا Want to Wanna Want to Wanna طيب معنا المثالة أبو حميد المثال الثاني معنا هو I want to eat something I wanna eat something I wanna eat something I want to eat تقولها I wanna I wanna Want Wanna 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 طيب بالنسبة للإختصار الرقم ثلاثة أبو حميد الإختصار الثاني معنا هو Have got to Have got to الإختصار بتاعها Gotta 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 معنا المثال أبو حميد I have got to live now I gotta live now I gotta live now Okay You have got to Gotta Gotta الإختصار الرقم أربعة أبو حميد معنا الإختصار الرابع معنا هو Got you Got you ده بنستخدمه لما بنيجي نعمل مقالب مع بعض أو نمسك واحد ونقوله كده Gotcha Gotcha خلي بالكم هو في الأساس الضمير You دايما بننطقه Yeah I got you That means I got you I caught you يعني أنا مسكتك تمام؟ وكمان لما بتجي تقولها مع الجوكين أو الكدن لما بتقول نكتة ولا حاجة أو تعمل مقالب واحد وتجي تقوله أنا كنت بهزر معك تقوله I was kidding I was joking I was joking يعني أنا كنت بهزر معك وكنت ايه بطحك معك تمام؟ ده بالنسبة لي الاختصار رقم كام؟ رقم أربعة طيب بالنسبة للاختصار رقم خمسة أبو حميد الاختصار الخامس معنا هو Could have Could have Could have اختصاره Coulda وزيه Would have اختصاره Woulda تعالوا كده مع بعض نشوف المثال يلا أبو حميد قولينا مثال المثال الخامس معنا هو I would have been at home I would have been at home بنقولها ازاي في الصيغة المختصرة I would have been at home I would have been at home I would have been at home أو I could have been at home I could have been at home I could have been at home تمام؟ ده بالنسبة للاختصار Would have أو Could have تمام؟ عندنا مثال كمان لو جيه بعد Have أو جيه بعد Would have فعل بيبدأ بحرف متحركة بو حميدة زي الايه لما نقول Ask نقولها ازاي مع Would have و Could have نلاحظ معابها هنا هنقول I would have asked I would have asked I could have asked لاحظ ان احنا هنا سمعنا الصوت V قلنا I could have asked I could have asked I could have asked I would have asked لاحظ ان الامر ده بيكون مع الافعال التي تبدأ بايه؟ التي تبدأ بايه؟ التي تبدأ بحرف متحركة بو حميدة بس I would have earned I could have earned اوكي؟ ده بس يا شباب مع الافعال التي تبدأ بايه؟ تبدأ بايه؟ تبدأ بحرف ايه؟ تبدأ بحرف متحركة طيب ده بالنسبة للاختصار رقم كام؟ ده بالنسبة للاختصار رقم خمسة طيب معانا دلوقتي الاختصار رقم ستة واختصار برضو مهم جدا وهو؟ اما اختصار ستة معانا هو should have و must have should have و must have زي could have و would have تمام؟ فحنقول should have should have must have must تمام؟ طيب تعالوا كده نسمع مع بعض المثال قول يا ابو حميد المثال I should have read Quran at 5 pm I should have read Quran at 5 pm بنقول كده I shouldn't read Quran at 5 pm I should have read Quran at 5 pm طيب لو مثال مع مصد يا ابو حميد كمان I must have studied my lesson yesterday I must have studied my lessons yesterday لما نحب نختصر must مع have والتصريف الثالث يقول I must have studied my lessons yesterday 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 ماشي يا شباب اظن الاختراض سهلة جدا ومهمة جدا يا شباب ان احنا نستقديمها وخاصاتها مع اللي spoken English في المحادثات تمام؟ So الاختصار رقم الاختصار رقم 7 معانا هو have to have to have to have to have to معانا امثلة بو حميد I have to go I'm late I have to go I'm late Okay طيب ذا بالنسبة لboo الاختصار رقم 7 كان الاختصار رقم 8 يا ابو حميد الاحتصار رقم 8 معانا هو haute 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 تمام ده بالنسبة للاختصار التامن ووظن الاختصار سهل أبو حميد اي راك في الاختصارات؟ اول تمام الاختصارات سهلين فايدة الاختصارات دي انها بتساعدنا في الفاست انجليش أبو حميد ان تخلي الانجليزي بتاعنا سهل ويسير وتقدر تتكلم زي ببساطة وبسهولة وبتحس انك اي سريع تمام؟ بالنسبة للاختصار رقم 9 معنا أبو حميد الاختصار رقم 9 مثال ابو حميد عندك مثال كمان لاحظ انك تحس كده ان الانجليزي غير سريع بتقولها بسرعة تمام؟ ده بالنسبة للاختصار رقم 9 بالنسبة للاختصار رقم 10 الاقتصار رقم 10 معنا ده بالنسبة للاختصار رقم 10 ده بالنسبة للاختصار رقم 11 ابو حميد الاختصار رقم 11 وهو ده بالنسبة للاختصار رقم 12 الاختصار رقم 12 الاختصار رقم 13 معنا الاختصار رقم 13 معنا هو انتبه وهو سوط لتك ممكن تقولها ولو حبيت تقولها مع الفاست انجليزي اللي احنا بنتعلمه دلوقتي تقول تسيزي وفي ناس كمان ممكن من السرعة تقول سيزي 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 تمام؟ يبقى بنقولها السريع سيزي سيزي سهلا وممكن الناس كمان بتشيلي تي وبتقول سيزي طيب ده بالنسبة للاختصار رقم 13 طيب بالنسبة للاختصار رقم 14 معنا ابو حميد الاختصار رقم 14 هو طيب معنا مثل سهل النط الاختصار اللي بعده وهو زي sort of بنستخدمه مع البريتش انجلش اما بالنسبة للامريكان انجلش يابو حميد بنستخدم هو بيسويه برضو يعني لو حبيت تقول على نفس المثال اللي فات بدلا ما تقول وتقدر تقولها على السريع ام كايندا تايرد ام كايندا تايرد معناها نوعا ما معي ده بالنسبة لي الاختصار رقم 14 طيب بالنسبة للاختصار رقم 15 معنا ابو حميد النهاردة الاختصار رقم 15 معنا هو ام كايندا تايرد انت ده بنستخدمه في وكمان ممكن يحل محل كانت يعني عندنا مثال خلينا نشوف المثال كده مع بعض ونحلله كايندا تايرد ام كايندا تايرد ام كايندا تايرد مع بديل ل وبديل ل وبديل ل الفعل تمام في النفذ نستخدمها ده بالنسبة طيب ده بالنسبة للمثال الاول بردو مع انت لما تيجي تقول اي كانت Hel buy you اي كانت هل buy you ممكن تشيل كنت هنا بو حميد ويțiط اي اين tools اي اين indo help you بنسمعها دائمان مع الامريكان movie اوكاي اذا ده بالنسبة الاختصار الرقم 15 معنا اختصار رقم 16 بو حميد يلا نقوله مع بعض كده الاختصار الرقم 16 هو Don't know بنسمعها كده اوكاي يعني لما تيجي تقول له واحد يا حمد الساعة كم دلوقتي فتقول له دونو يعني I don't know بنقولها كده سهلة هي يا أبو حميد صح طيب بالنسبة لي الاختصار رقم 17 معنا النهاردة وهو الاختصار رقم 17 معنا النهاردة وهو cup of tea cup of coffee بنقولها cup of tea cup of coffee يعني حتى لما تيجي تستخدمها مع ال idiom تقول it's not my cup of tea يعني I don't like it لما تقول مثلا على وقبة معينة أو على مشروب معين it's not my cup of tea يعني I don't like it I just like it يعني ما أحبوش فبنقولها ازاي وبننطأ ازاي cup of tea cup of tea cup of coffee cup of coffee كما تيجي تقول I drink a cup of tea I drink a cup of coffee كما تقول I like a cup of tea I like a cup of coffee ذا بالنسبة للاختصار السبعتاشر ايه الاختصار رقم 18 وهو الاختصار رقم 18 وهو مشهور جدا هو what's up sup sup ساعدة تسمعها كده من غير حتى الت يعني احنا ممكن نختصرها ونقول sup 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 وممكن نسمعها كده من أول الس sup sup معناها يعني ايه أخبارك زي ما بنقول كده البعض كده في بداية اللقاء how are you يعني كيف حالك تمام sup sup يعني how are you يعني كيف حالك دي عبارة ترحبية دايما بنقولها للأصدقاء في بداية اللقاء تمام طيب ده بالنسبة للاختصار رقم 18 sup تمام طيب بالنسبة للاختصار رقم 19 معنا أبو حميد وهو نيجي بها الاختصار 19 هو الاختصار قبل الأخير وهو lots of lots of lots of اختصارها lotsa lotsa okay lotsa أما abanshov اختصارها abansha abansha okay تعال ناخد مثال عندك مثال يلا سمعنا المثال قول I have got a lot of things بنقولها كده I have got lots of things okay so I have got a bunch of things I have got a bunch of things لما تيجي تقول I have got a bunch of things I have got a bunch of things بتقولها ازاي I have got a bunch of things I have got a bunch of things okay يبا احنا عندنا lots of اختصارها lotsa lotsa okay أما abanshov اختصارها abansha عبانشا هذا بالنسبة للاختصار رقم 19 متوقع لنا يا وحش بقى الاختصار رقم 20 وهي الجملة الأولى الغريبة اللي احنا قلناها في بداية حلقتنا النهاردة فكرها الجملة الأخيرة هي I'm a let you think what you think and let you know what you know I'm a let you think what you think I'm a let you think what you think and let you know what you know I'm going to I'm going to I'm a let you think يعني سوف اتركك تفكر what you think and let you know وحخليك تعرف what you know اللي انت تعرف I'm a let you think what you think and let you know what you know طبعا احنا بنتبلع فيها شوية ودي جملة جميلة سمعناها كتير على تويتر وعلى اليوتيوب وحبينا ان احنا نشاركها معاكم النهاردة يا رب ان شاء الله الحالة تكون عقبتكم وتكونوا عرفتم مع بعض ومعانا العشرين اللي احنا وعدناكم بهم وشرحناها ليكم وان شاء الله تكونوا استفدتم منهم ويا ريت فضل بشكل عملي انكم تستخدموها في الأحاديث اليومية ما بينكم سواء كان في التليفون او في المحادثات المباشرة ده بيسرع عندكم اللغة وبيخلي اللغة عندكم سهلة ويسيرة وبيخلي فيه نوع من المرونة في التعامل ومع الكلام والكلام بسرعة بكده هنكون وصلنا نهاية حلقتكم ما تنسوش دعمكم لايك سبسكرايب تفعيل جرس تنبات عشان ننسوكم كل جديد من حلقاتنا الرائعة ونشير وقتها في كل وكان ونختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الاختصار رقم 17 هو كاب أوف توفي يلا تاني أولو عليش خلينا أولنا